الحاجة الاولى انها شريعة العدالة في مجتمع الغابة اتنين اعطيت الى قضاة بني اسرائيل بقول ثلاثة اعطي كل واحد الحق ان هو يسامح ان يغفر يعني مش مطالب انك لازم تعمل كده عين بعين وسن بسن ابدا المسيح بقى لازم لما نقرأ العهد الجديد عشان نقول لكل مشاهد يبا بيدقق فبعض الحاجات المسيح عليه سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك لما المسيح يقول سمعتم انه قيل ما قالش مكتوب لو قال مكتوب يبدأ مكتوب في العادة القديمة لا سمعتم انه ده اقوال اقوال الناس في الوقت ده صح بس فالمسيح كان بيصحح اقوال الناس السائدة لكن مكتوب تحب قريبك كنفسك ولما سئل الرب يسوع المسيح تكلم عن مثل السامر الصالح لما سأل ومن هو قريب يعني اتوقع انه بس انه ممكن يكون اليهودي لكن صدمه يسوع بالحقيقة انه تكلم عن سامر اللي هو منبوذ مرفوض بالنسبة لليهودي ونهول للصنع الرحمة مع الشخص اليهودي طبعا طبعا